بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر المسار الأدبي مرحبا بكم في مادة التاريخ ودرس جديد بعنوان حركات التحرر والاستقلال في شمال إفريقيا والمغرب العربي الجزء السابع أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يوضح سياسة فرنسا الاستعمارية في الجزائر ثانيا يرتب مراحل تطور المقاومة في الجزائر حسب التسلسل الزمني الصحيح ثالثا يعدد أهداف جماعة علماء الجزائر دعونا نتذكر أعزائي الطلاب ما تمت دراسته في الدرس السابق حيث ذكرنا عن أهم أعمال عمر المختار بعد تسلمه قيادة المقاومة العسكرية في ليبيا ضد الاحتلال الإيطالي حيث قام أولا أولا بتوحيد القبائل الليبية والاستعداد لمواجهة المستعمر الإيطالي ثانيا الانتصار على الإيطاليين في عدة معارك وألحق بهم خسائر فادح كما ذكرنا في الدرس السابق عن إجراءات إيطاليا للقضاء على المقاومة الليبية حيث أنه بعد تسلم موسولين الحكم في إيطاليا قام بتعيين الجنرال جرازياني حاكما على ليبيا وقام بالإجراءات التالية من أجل القضاء على المقاومة الليبية وهذه الإجراءات كانت أولا إنشاء المحكمة الطائرة وذلك من أجل إصدار الأحكام السريعة على المقاومين الليبيين والمحكمة الطائرة كما ذكرنا سابقا هي عبارة عن محكمة تنتقل على متن الطائرات من مكان لآخر كما قام بتدمير مدن الواحات بالطائرات والدبابات وعمل أيضا على وضع معظم سكان برقة في معتقلات تحيطها الأسلاك الشائقة وأحكم جرازياني الرقابة على الحدود المصرية التي تأتي منها الإمدادات للمجاهدين الليبيين كما ذكرنا أيضا عن تقسيمات الحلفاء لليبيا بعد طرد القوات الإيطالية منها حيث قامت بريطانيا وفرنسا بتقسيم ليبيا إلى ثلاث ولايات وتم وضع ولايتي برقة وترابلوس تحت الحكم العسكري البريطاني وتم وضع ولاية فزان تحت الحكم العسكري الفرنسي وذكرنا أيضا عن خطوات حصول ليبيا على الاستقلال حيث تشكلت هيئة لتحرير ليبيا في عام 1949 تدعو إلى وحدة الأراضي الليبية وأيدت الدول العربية والإسلامية حق استقلال ليبيا في الأمم المتحدة وصدر قرار من هيئة الأمم المتحدة على الموافقة على استقلال ليبيا في عام 1951 وأعلنت بريطانيا وفرنسا جلاءها عن ليبيا كما تم إعلان السيد السنوسي ملكا على ليبيا وحصلت ليبيا على استقلالها في الرابع والعشرين من ديسمبر من عام 1951 رابعا حركات التحرر والاستقلال في الجزائر التمهيد كانت الجزائر في القرن التاسع عشر من الدول العربية التي تتبع للدولة العثمانية إلا أن فرنسا تمكنت من احتلال الجزائر في عام 1830 وذلك بعد حادثة لطمة المروحة عندما قام حاكم الجزائر بمطالبة القنصل الفرنسي بتسديد الديون المترتبة على فرنسا للجزائر فرد عليه القنصل الفرنسي قائلا إن حكومتي لا تتنازل لإجابة رجل مثلكم فقام حاكم الجزائر بطرده من مجلسه وأشار بمروحة في يده على وجه القنصل وقد عرفت هذه الحادثة تاريخيا بلطمة المروحة فأرسلت فرنسا اسطولا حربيا تمكن من احتلال المدن الساحلية للجزائر مما أدى إلى ظهور مقاومة من الشعب الجزائري بقيادة الأمير عبدالقادر الجزائري وغيره من رجال القبائل الجزائرية واستمرت المقاومة حتى قيام الحرب العالمية الأولى الهدف الأول يوضح سياسة فرنسا الاستعمارية في الجزائر ذكرنا أن الفرنسيون استطاعوا احتلال الجزائر في عام 1830 وقامت سياستهم الاستعمارية على أولا محول هوية العربية الإسلامية وفرض سياسة الاستيطان الفرنسي من خلال تسجيع الأوروبيين على الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الجزائرية ومع مرور الوقت جعلت فرنسا من الجزائر مقاطعة فرنسية استوطنها أكثر من مليون أوروبي ثانيا الاستيلاء على الموارد الاقتصادية وذلك من خلال استنزاف كافة الثروات الطبيعية والاقتصادية للجزائر الغلق البنائي للهدف وضح سياسة فرنسا الاستعمارية في الجزائر ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب أولا محو الهوية العربية الإسلامية وفرض سياسة الاستيطان الفرنسي ثانيا الاستيلاء على الموارد الاقتصادية الهدف الثاني يرتب مراحل تطور المقاومة في الجزائر حسب التسلسل الزمني الصحيح مراحل تطور المقاومة في الجزائر حتى حصولها على الاستقلال لاحظ معي عزيز الطالب الخط الزمني التالي والذي يمثل مراحل تطور المقاومة في الجزائر أولا ظهور جماعة علماء الجزائر في عام الف وتسعمائة وستة وعشرين ثانيا ظهور نجمة شمال إفريقيا في عام الف وتسعمائة وستة وعشرين ثالثا قيام الثورة الجزائرية في عام الف وتسعمائة وأربعة وخمسين رابعا استقلال الجزائر في عام الف وتسعمائة واثنان وستين الغلق البنائي للهدف رتب على الخط الزمني مراحل المقاومة في الجزائر حتى الاستقلال حسب التسلسل الزمني الصحيح ولدينا عزيز الطالب خط زمني ومراحل تطور المقاومة في الجزائر المطلوب ترتيب مراحل تطور المقاومة في الجزائر على الخط الزمني حسب التسلسل الزمني الصحيح من الأقدم للأحدد ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب أولا في عام الف وتسعمائة وستة وعشرين جماعة علماء الجزائر وفي عام الف وتسعمائة وستة وعشرين المرحلة الثانية من مراحل تطور المقاومة في الجزائر ظهور نجمة شمال إفريقيا وفي عام الف وتسعمائة واربعة وخمسين الثورة الجزائرية وأخيرا في عام الف وتسعمائة واثنان وستين استقلال الجزائر الحركة الوطنية في الجزائر بين الحربين العالميتين من عام الف وتسعمائة وثمانية عشر وحتى عام الف وتسعمائة وتسعة وثلاثين سعى الجزائريون إلى الاستفادة من فكرة حق تقرير المصير والتي أعلنها الرئيس الأمريكي ويلسون بعد نهاية الحرب العالمية الأولى فقام الأمير خالد الهاشمي وهو حفيد الأمير عبدالقادر الجزائري قائد المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي حيث بعث الأمير خالد الهاشمي عريضة إلى الرئيس الأمريكي ويلسون يطرح فيها مطالب الجزائريين في حقهم في تقرير المصير إلا أنه فشل في ذلك كما فشلت وفود تونس ومصر في مؤتمر الصلح اتجاهات الحركة الوطنية في الجزائر تطورت الحركة الوطنية الجزائرية وتنوعت اتجاهاتها حيث ظهرت أساليب جديدة في المقاومة حملها نخبة من المثقفين فيما يعرف بالنضال السياسي تمثلت في الجمعيات والنوادي والكتابات الصحفية ومن الجمعيات التي ظهرت في الجزائر أولا جماعة علماء الجزائر والتي أسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس ثانيا نجمة شمال إفريقيا والتي أسسها مصار الحاج في فرنسا ثم انتقلت إلى الجزائر الهدف الثالث يعدد أهداف جماعة علماء الجزائر جماعة علماء الجزائر والتي قد أسست في عام 1926 أسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس خريج جامعة الزيتونة أقدم جامعة في العالم الإسلامي ومعه الشيخ بشير الإبراهيم رفيقه في النضال ونائبه في رئاسة جماعة علماء المسلمين متأثرين بالآراء والحركات الإصلاحية الإسلامية مثل الجامعة الإسلامية وأفكار جمال الدين الأفغاني أهداف جماعة علماء الجزائر تهدف جماعة علماء الجزائر إلى أولا الحفاظ على الهوية الثقافية العربية والإسلامية للجزائر ثانيا معارضة آراء وأفكار جماعة الإندماج وجماعة الإندماج هي جماعة أسسها بعض المثقفين الجزائريين الذين قد تشبعوا بالثقافة الفرنسية وهدفها دمج الجزائر اجتماعيا وثقافيا في الوطن الفرنسي الغلق البنائي للهدف عدد أهداف جماعة علماء الجزائر ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب كما يلي أولا الحفاظ على الهوية الثقافية العربية والإسلامية ثانيا معارضة آراء وأفكار جماعة الإندماج وفي نهاية درسنا لهذا اليوم دعونا نتذكر أعزاء الطلاب أهم النقاط التي جاءت فيه حيث ذكرنا عن سياسة فرنسا الاستعمارية في الجزائر والتي تمثلت بمحو الهوية العربية الإسلامية وفرض سياسات الاستيطان الفرنسي كما تمثلت سياسة فرنسا الاستعمارية بالاستيلاء على الموارد الاقتصادية في الجزائر كما ذكرنا أعزاء الطلاب عن مراحل تطور المقاومة في الجزائر حتى حصولها على الاستقلال وذكرنا هذه المراحل وهي أولا جماعة علماء الجزائر في عام 1926 ثانيا نجمة شمال إفريقيا في عام 1926 ثالثا الثورة الجزائرية في عام 1954 رابعا استقلال الجزائر في عام 1962 كما ذكرنا أعزاء الطلاب عن أهداف جماعة علماء الجزائر والتي قد أسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس وكانت أهداف جماعة علماء الجزائر أولا الحفاظ على الهوية الثقافية العربية والإسلامية للجزائر ثانيا معارضة آراء وأفكار جماعة الاندماج الغلق الختامي السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتي أولا احتلت فرنسا الجزائر في عام ألف ألف وستمائة وثلاثون با ألف وسبعمائة وثلاثون جيم ألف وثمانمائة وثلاثون دال ألف وتسعمائة وثلاثون ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب جيم ألف وثمانمائة وثلاثون ثانيا مؤسس جماعة علماء الجزائر الشيخ ألف خالد الهاشمي با فرحات عباس جيم عبدالقادر الجزائري دال عبدالحميد بن باديس ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب دال عبدالحميد بن باديس السؤال الثاني وضح ما يلي أولا سياسة فرنسا الاستعمارية في الجزائر ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب أولا محو الهوية العربية الإسلامية وفرض سياسة الاستيطان الفرنسي ثانيا الاستيلاء على الموارد الاقتصادية ثانيا وضح أهداف جماعة علماء الجزائر ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب أولا الحفاظ على الهوية الثقافية العربية والإسلامية ثانيا معارضة آراء وأفكار جماعة الاندماج أعزاء الطلاب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والهجابة على جميع استفساراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته